ازايكم يا جماعة عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة هتكلم على اسرار غمضة جدا موجودة في حياة برج الحمل برج الحمل عنده اسرار كتير كتير حقيقي غمضة عنده خبايا كتيرة جدا ولكن النهاردة هنقول بعض او جزء من اسراره الغمضة سواء رجل او مرقة الحمل احنا بنتكلم على برج الحمل ككل طبعا الموضوع ده يكون مهم جدا جدا ويهمني تعليقاتكم تحت عامة خلوني اقول اول حاجة من الاسرار اللي موجودة او الاسرار الغمضة الموجودة في حياة برج الحمل وهي اول حاجة ان برج الحمل بطبيعته متهور ومتوتر ودايما بيكون جواه حالة قلق خوف خوف منه هو يظهر مش بسبات انفعالي خوف انه هو يظهر بالتوتر اللجواء للعالم الخارجي او الاشخاص الخارجية طبعا عايز اقول لكم ان برج الحمل من النوع اللي بياخد وقت كبير وبيحارب جدا من جواه بيحارب داخليا حقيقي عشان يظهر قدامك بالسبات الانفعالي اللي هو بيحاول انه هو يكون بي قدامك عادي عايزة كمان اقول حاجة ان برج الحمل برضو ده من ضمن اسراره انه هما بيتكسفوا جدا جدا ولكن نلاقي ان بعض الشخصيات اللي كفنانين زي مثلا شارل شابلين فده برج الحمل فلاو ان الشارل ده يعني بيعمل حالات ما تكسفش يعني واحد مش بيتكسف ولكن انا يعني اكيد او عن ثقة انه شخصي بداية حياته كان شخصي بيتكسف جدا جدا ولكن مع ممارسة الحياة ومع ان فيه شخص يفتخر بيك او شخص يدعمك ده بينجح جدا ويقصر حاجز الخوف او الكسوف اللي موجود عند برج الحمل يعني اقصد من كلام ايه؟ يعني ان برج الحمل بيتكسف جدا جدا بطبيعته ولكن اذا لأ ان فيه اشخاص بتفتخر بيه وبتدعموا جدا للامام بيكون شخص قد ايه الحاجز الكسوف او الخجل او الخوف اللي بيكون موجود عنده او حتى التوتر بيكون قادر جدا جدا على انه يقتل كل ده ويبقى انسان طبيعي جدا ويكون مش بقى بيتكسف لا بيكون يعني صاريح او اسمها ايه؟ عنيف يعني يعني عكس الكسوف يعني ما بيبقى شخص ما بيتحركش جدا خالص ما عندوش بقى حاجة اسمها احراق خالص بالدعم وان شخص قدامه يكون بيفتخر بيه فده عامل محافظ جدا وقوي جدا كمان عايز اقولكم شاكشان بحبه جدا جدا من برج الحمل حمتا خلوني ان انا اكمل فيه برضو اصرار تانية موجودة عند برج الحمل وهي انه شخص عاشق للاناقة شخصية شخصيات بتكون شيك قوي او انه هم بيحبوا الاناقة مش في شكلهم وبس يعني هم كشكل بيحبوا جدا النظافة الشخص اللي تقول عليه ده مش شيك ده شخص نضيف على فكرة ما عرفش احنا عندنا في مصر بنقول كده يعني بيبقى فيه شخص تقول عليه ده شكله نضيف وشخص شيك ممكن يبقى شخص شيك بس هتحسوش نضيف كده يعني احنا عندنا في مصر بنقول الكلام ده ما عرفش بقى بره بيبقى بيتعامل ازاي ولكن عمتا بيحبوا جدا النظافة بيحبوا جدا الترتيب بيحبوا جدا الاناقة الشياكة البريستيج في شكلهم في طريقتهم في بيتهم في حياتهم دايما بيحبوا التحف بيحبوا الحاجة من الاخر كده الحاجة اللي تتقال عليها او لما تتعامل مع شخصية برج الحمل تقول الله انتم ناس واو بجد حاجة حلوة وشيك وبيتكم حلو فيه ترتيبه ده دايما هيكون موجودة عند برج الحمل كمان خلوني اقول لكم ان هو شخصية بينسى بسرعة بينسى بسرعة بس بينسى بسرعة ايه بينسى بسرعة انت تخانقت معا ليه كان عملت معا مشكلة ايه نظرا ان هم على فكرة قلبهم طيب جدا يعني بجد ده برج الحمل قلبه طيب جدا بينسى اتخانق معاك ليه طبعوا معاك مثلا مش عرف ايه عملت ايه معايا هتلاقي ان هو بيكلمك عادي جدا ونسي ايه اللي حصل ولو جيت قلت له ده فلان ده كان متخانق معاك وجرحك او قالك حاجة ده عمل كده بجد امتى ويبدأ ان هو اصلا يتذكر ايه اللي حصل فهو دايما بينسى المشكلة او ينسى سبب الخلاف او الحاجات اللي زي كده كمان برج الحمل على قد ما هو شخصية طيبة جدا على قد ما شخصية قوية جدا وجبارة جدا يعني من النوع اللي دايما تلاقيهم بيميلوا ناحية العنف شوية لو انت بتتعامل معاهم بقصوة او ان انت بتحاول توقعهم او ان انت بتحاول ترفض لهم طلبهم بشكل العند او العنف فبالتالي هيكون شخصة عنيف جدا معاك هيكون شخصة هيقلب القصوة عليك وهيكون شخص جبار عنده استعداد ان هو يحربك وهينجح جدا في المحاربة لانه ما ننساش انه شخص شجاع وبييميل ناحية الشجاعة وطبعا فيه فرق ما بين الشجاعة والكسوف الكسوف دي لو حاجة كانت هو مضطر فيها خجل شوية حاجة كده فلازم بيقصر الكسوف ده ولكن الشجاعة دي موقف لازم اجبارة هتلاقيه بيبقى شخص تاني تماما غير اللي انت تعرفه وهيواجهك مواجهة صعبة جدا شجاع في انه هو يساعد الاخرين بكل طقته وبينجح جدا في ده على فكرة فهو شخص قوي جدا وبيحارب عشان يوصل لاحلامه واهدافه وحياته ونجاحه فدايما شخص بيكون قوي وعنيف مع الشخص العنيف ومع الشخص اللي بيحاول يقزيها يقزيه هو اكتر شخصيات مغامرة مغامرة جدا ولما بيحب حد يفضل يفضل ان هو متعلق جدا بالشخصية دي قوي ويفضل ان هو بيحبها ويفضل مؤمن بيها او تفضل تحبه جدا من النوع لو حبه بيفضله يعني ماشيين على العهد ده ماشيين على الحب ده مع ان ان هو ممكن يكون شخص بيحب يعني كراجل مثلا بيحب الستات بالحاجات اللي زي كده ولكن لو حب شخصية يستحيل يشوف اي امرأة تانية الا هي كذلك الموضوع مرأة برج الحمل دايما لما تلاقي بتحب شخص خلاص هي مش شايفة اي حد تاني اللي هو الشخص ده على فكرة طي احنا عندنا اكبر مثال ومثال مصري يعني عمر الشريف عليكم بقى ان تشوفوا بقى قصته مع فتن حمامة بقى يعني وليه كان سابها وبعدين بعد اما سابها وتجاوزت وخلفت كان عامل معها زي لحد اما مات وراها على طول يعني فده بيبقى فعلا طبيعة الحب عند برج الحمل لو عشق خلاص يفضل لحد ما اخر يوم في عمره يعشق نفس الشخصية اللي هو عشقها دي فدايما مؤمنين بالحب قوي ولما بيحبوا بيحبوا بجد جدا وبيحربوا يعني انا عارف فقى شخصية يعني حربت كتير عشان توصل للحب اللي هي عايزاها والشخصية اللي هي عايزاها يعني من نوع اللي لما بيحبوا بيعملوا حاجات كتير قوي قوي عشان الحب ده يعيش عمتا خلوني كمان اقول لكم على حاجة تانية موجودة سر كبير في برج الحمل برج الحمل من النوع انه بيحب انه يفتخر بنفسه يعني لما بينجح او يكون حاجة كبيرة او حاجة كويسة يفتخر بنفسه يفتخر انه عمل ده يفتخر انه هو نجح مش يفتخر ليتكبر على حد لا فيه فرق كبير بينه هو يتكبر على حد او انه هو بيفتخر لاجل الافتخار هو بيحب انه يفتخر بنفسه جدا فيه اشخاص بتفكر ان برج الحمل لما يقول انا كذا انا عملت كذا انا زويت كذا انه هو كده بيتكبر او انه بيتعالى علينا او بيشوف نفسه علينا فيه ناس بتقول الكلام ده ولكن حقيقة الموضوع هو بيحب يفتخر بنفسه واحد نجح تعب عمل حاجة كبيرة فبيفتخر بدا بيقولك انا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا بيفتخر باللي هو عمله لنفسه مش عليك ودي لازم لازم تخلي بالكم منها جدا فعشان كده انا خليت النقطة دي او قلتها فيه الاسرار الغمضة اللي موجودة عند برج الحمل لاني عارفة ان فيه ناس كتير قوي بتتابع برج الحمل يعني هم الشخصيات برج الحمل ولكن بتتابع برج الحمل فاعرف النقطة دي كويس جدا لانه شخص بيقره جدا انه يتكبر على حد وما بيحبش صفة التكبر اساسا ولكن بيبقى استصرفاته ممكن تقول انه هو بيميل ناحية التكبر خلوني اقول لكم اخر حاجة اخر حاجة وخلاص هني ان برج الحمل بيميل ناحية التناقض يعني تلاقيه انه هو ساعات بيناقض نفسه ساعات بيناقض نفسه يبقى هو قالك على موضوعه انه هو هيعمل كذا 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 وهتلاقي انه هو او تتفاجأ انه هو خد قرار او طريق تاني تماما لما بيتكلم مع حد بيبقى طريق الدماغه لفت شوية فابدأ ان انا فكر بشكل تاني او حد جيه قال لي اغيرلي طريق التفكير سهل ان يتغير طريق التفكير برج الحمل على فكرة يعني سهل جدا ان انت تتكلم معك المتين فاتغير طريق تفكيره على رغم ان مرقة الحمل عنيدة وبرج الحمل على فكرة عنيد جدا ولكن مرقة الحمل اعند مش اي موقف سهل ان انت تغير طريق التفكيرها مش اي موقف في مواقف تغير طريق تفكيرها كده يعني بسرعة الساروخ تليها تغير قرارها تماما ولكن فيه مواقف تاني لأ صعب صعب جدا وممكن حد تاني غيرك اللي يغير طريق تفكيرها عمتا هو برج متناقض فيه افكاره جدا متناقض داخليا يعني دايما يقولك على الشخص ده لا الشخص ده مش كويس الشخص ده سيء بيتمنى ليه الشر وشوي يقولك لا انا عزره برضو انا عزره هو ممكن يكون بيمر بالظروف او هو مثلا حاجات من النوعية دي فهو متناقض لحد اما بيوصل لحل معين يعني يفضل كتير متناقض على عدة قرارات او عدة حكم على شخص وحكم على شخص بشكل متسرع يعني ممكن يروح يقول لشخص انت كذا انت كذا ويفضل يتناقض لا انت كذا فدايما وده على فكرة ناتج على غلبهم يعني ده ناتج جدا جدا من غلب برج الحمل او من ثبتهم الزيادة النقم شخص ما عندهمش الخبس او عندهم شخص اللقم كده ما عندهمش اللقم ان هما يتحقوا عليك او الحاجات الازي كده لا شخص صريح يعني اللي حاسه دايما على طول على لسانه فده بيكون نتيجة لطبتهم لحد اما بيوصلوا القرار معين من التناقض ده فبيوصلوا القرار معين خلاص الموضوع بيبقى يتحل ولكن بياخدوا فترة فيه موضوع التناقض عامة احنا لو اتكلمنا على اسرار برج الحمل الغمضة لا هنتكلم كتير فكفاية لحد كده عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده عامة بشكركم جدا وبتمنى اشوف رأيكم في التعليقات ما تنسوش اللايك والشير واشراك في قناة تفعيل الجرس ترجمة نانسي قنقر شكرا